ان شاء الله معنا الخبر التاني من الشرقية من مركز ديار بنجم وده حاجة كرسب كل المقاييس كرسب معنا يعني انا بقى طالب بتجريم العقوبات بالنسبة لأي حد يغش في الاكل وفي صحة المواطنين معنا فيديو بعد جهد كبير لوزارة الصحة ومركز الشرطة ديار بنجم ضبطوا مصنع مخللات في حالة تعفن وحالة صعبة الصورة زي ما احنا شايفين صعبة جدا يعني حالة التعفن موجودة على الصورة في الفيديو ده قبل ده هيتوزع الناس الناس تاكلوا شوف المنظر عامل ازاي ده لما يتوزع الناس الناس اللي عملت الاجرام ده انا بطالب بالعقوبة تشديد العقوبة للإعدام دي صحة ناس ومركز ديار بنجم دايما على موعد مع الكوارث خد بالك يعني مركز انا بنتمي لهذا المكان والمركز ديار بنجم وللأسف احنا كل فترة بيحصل عندنا كارثة بيحصل ولكن بعد جهد كبير لوزارة الصحة ومركز الشرطة هناك ضبطوا جريمة زي ديارة وضبطوا كارثة انسانية على صحة المواطنين زي ديارة احنا يمكن هيبقى معانا كمان الاستاذ حمدي عب عظيم زمالنا باليوم السابع يمكن يحكي لنا اكتر عن المنبوضات وعن المخللات المتعفنة ايوة يا عبو استاذ حمدي ايوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا استاذ حمدي معانا في البرنامج اهلا الاستاذ الهام صديقي العزيز الاستاذ حسن يعني موفقين في بكورة البرنامج ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله البرنامج يلمس المواطن المصري بشكل حقيقي في الحقيقة بقول الاستاذ حسن انها مش مصيبة هم يوم الجمعة قبل اللي فاتت كانوا مصيبتين في دار بنجم تم اغلاق مصنعين مخللات بصراحة قمة الفاجعة ان يتم الاستهتار بصحة المواطن المصري واحنا كلنا وحتى القادة السياسية وكل الاهتمام كله اصبح بيصب على المواطن المصري من المفترض ان كل الجهات تعمل وتحزو حزو يعني وزارة الصحة المتمثلة عندنا في الشرقية في الدكتور هشام مسعود اللي انا بقى حييه اللي هو وكيل وزارة الصحة بالشرقية بقى حييه بصراحة تحية كبيرة جدا في نفس يوم الجمعة ده اللي هو كان موافق يوم 8 من الشهر الجاري 8 نوفمبر قامت حملة شن حملة موسعة وكبيرة وهو بمر في احد المصانع امتنع اصحاب المصنع عن افتاح فتح باب المصنع للحملة فاضطر ان هو يخاطب الشرطة وعلى الفور تم تشكيل قوة من مركز ديار بنجم بصراحة بنحاية الشرطة برضك بشكل كبير جدا تم افتتاح المصنع عشان تكون الكارثة والحاجة اللي فعلا تخل الانسان يعني ما عرفش يأكل ايه ويبطل وما يكلش ايه يعني يتفاجوا مفاتشين الصحة وعلى رأسهم الدكتور رشان مسعود وكيل الوزارة ان براميل المخلل دوة بها للأسف ديدان دود موجود في البراميل عفن ظاهري بشكل مقزز شيء يعني بصراحة يعني خلى الانسان يمكن بطل يأكل يمكن لفترة لان الوضع صعب جدا مش معقول ان يتم للسهتار من قبل متخلفين يعني او يعني ناس ما عندهمش ضمير فقدوا ضميرهم وفقدوا انسانيتهم وفقدوا كل شيء حلو في الدنيا ان هم يجهزوا حاجة على شاس يبعوها للسوق بالشكل الباشع ده يتم يعني انساك بخمستاشر طن خمستاشر طن خمستاشر طن وربمين كيلو جرام بالضبط في مصنعين دي كارثة يا استيس حمدي خمستاشر طن قبل ما يتوزعوا على اهلنا في ديار بنجم هذا العفن وهذه الجريمة احنا من هنا بنطالب بتغليز عقوبة غش السلعة الغذائية بنطالب لان ده مش بتسبب في موت واحد ده بتسبب في موت ناس كتير يعني للاسف احنا قبل كده كان فيه وقعة الفشل الغسل الكلو في مستشفى ديار بنجم وتداركنا الموضوع وكل وقف هناك في المركز وقدرنا نحل المشكلة وقادي كارثة تانية في ديار بنجم وما فيش للأسف يعني احنا بنطالب بتشديد الرقابة اكتر من كده في الحقيقة انا بضم صوتي لصوتك يا استاذ حسن بصراحة وبأطالب اعضاء البرلمان في الدورة الاخيرة له ان هم فعلا ينظروا نظرة واقعية وحقيقية ويسنوا قوانين شد من كده بكتير جدا فيه اي حد يخل بصحة الانسان لاني ده ده جرم ربنا سبحانه وتعالى اصلا جرمه من فوق سبع سماوات وما ينفعش ان احنا نتساهل مع هؤلاء البشر باستاذ حمدي كان بيتوزع الكميات الكبيرة دي بتتوزع على محافظة الشرقية ولا كان بيتوزع عمتا لا بتوزع في كل انحاء تركز ديار بنفسه تركز ديار بنفسه بيكون في محافظة شرقية لانه داخل المحافظة فبكون طبعا المطاعم المجاورة والاماكن المجاورة هي اول اول اماكن بيتم الاضرار بيها ده 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 شيء يعني منطقي جدا شكرا لك يا استاذ حمد انا بشكر زميلي حمد عبد العظيم مراسل البرنامج وازملنا في الجريدة اليوم السابع